السلام عليكم ورحمة الله مع شرح جديد على مدونة تعليم مجاني وفيه سوف نتعرف على حل المشكلة عندما تأتي لك تقسم الهارد ديسك الخاص بك وتنشئ بارتيشن جديد أو بارتيشن آخر تظهر معك خطأ أو مشكلة عندما دادم مثلا إلى إدارة الحاسوب أو الديسك مراجمنت من هنا أو أبسط طريقة للدخول إلى يدهاب إلى خانة البحث وكتابة كما سوف فتلاحظ أمامك الآن ديسك ماناجمنت عندما نأتي إلى هنا ونكتب ديسك ماناجمنت ونفتح ديسك ماناجمنت كرييت أنت فورمات هارد ديسك بارتيشن عندما ندخل إلى ديسك ماناجمنت أو إدارة الأقراص نجد فيها هنا البارتيشن الذي نريد أن نقسمه ننقر عليه بزر فأراء نختار شرينج فاليوم أو تقليص وحدة تخزين تظهر أنه يقول لنا هذا القرص الذي قمت باختياره يعني فيه مشكلة يعني هناك منفات معطوبة أو فيها مشكل لا يمكنك أن تقوم بتقسيمه حتى تقوم بفحصه يعني مهما حاولت بأي طريقة ستجد نفس هذه الرسالة تبقى تظهر الحل لهذه المشكلة بسيط جدا سوف تتجه إلى القرص الخاص بكديس بي سي ثم إلى القرص سي تنقر عليه بزر فأراء الأيمن والقرص الذي فيه مشكلة تنقر عليه بروبريتيز أو خصائص ثم تولز من هنا بعد أن تختار هنا تولز أو أدوات عفوا باللغة العربية تختار تولز ثم أدوات أو أدوات ثم تشيك ثم ريبير درايف أو إصلاح الهارد من هنا هناك من ستظهر له هذه الرسالة وهذه الرسالة معناها أنه يجب عليك أعداد شغيل ستنقر على هناك من لم تظهر لا تظهر معه هذه الرسالة وسأريكم هذا بعد أن أنتهي من هذا يعني هذا الحل الأول سننقر هنا على لاحظ معي سننقر على والكمبيوتر سيعيد تشغيل وسيبدأ مباشرة في فحص الهارد وحل المشاكله وعمل أي وعمل مجموعة من الإصلاحات لمشاكل الهارد ديسك هذه العملية قد تطول وقد تقصر بحسب المشاكل الموجودة في الهارد ديسك بحسب محتوياته وبحسب سرعته وحالة الخاصة به في مشاكل في أخطاء لا تنقر على أي شيء حتى يصل إلى مرحلة الفحص لأنك إذا قمت بالنقر على أي شيء من لوحة المفاتيح سيتجاوز مرحلة الفحص إذن هذه مرحلة الفحص تبدأ كما تشاهدوا الآن أمامكم كما قلت تأخذ بضع دقائق هناك بعض الحواسيب تمر بسرعة كبيرة لا تستغرق طويل الحواسيب ستستغرق مع وقت أطول ولكن أتركها لأنها في كثير منها الأحيان تقوم بإصلاح بعض المشاكل الخاصة بنظام الويندوز مباشرة بعد ذلك قد يبدأ في فحص ثاني على كل حال تنتظر إلى أن ينتهي ثم تسجل الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بك وتبدأ العمل به بشكل طبيعي وعادي الآن دعونا نذهب لكي أريكم الحل الثاني الحل الثاني ستأتي بنصف طريقة تنقر عليه بزر فأر الأيمن ثم Properties أو خصائص ثم هنا ستأتي إلى Tools ثم Check ثم Scan Drive هذه الطريقة الثانية البعض قد لا تظهر معه نفسي نفس ما ظهر معي أنا في أول فيديو لا مشكلة هذه الطريقة كذلك تعمل والفحص يكون داخل النظام ذلك الفحص الأول الذي قمت به يكون خارج النظام هذا الفحص يكون داخل النظام وكلا يعني الطريقتين تقوما بإصلاح هذا المشكل إذن كل ما عليك فعله الآن هو أن نقر هنا على Close أو إغلاق ثم الذهاب نحو ذلك يعني Partition الذي تريد إنشاءه إذن ندب إلى Manage أو إدارة ثم بعدها سوف ندب إلى Disk Management مثل نرى هل ستم حل المشكل إذن ننقر على أي قرص من الأقراص الموجودة هنا بزر فأر الأيمن ثم Shrink Volume أو تقليص وحدة التخزين إذن Shrink Volume ننتظر لاحظوا نجاحات العملية الآن بإمكاننا إدخال المساحة التي نريد أن ننشئها هنا مثلا كل تقريبا 1024 ميجا بايت تساوي 1 جيجا بايت بإمكانك العمل حساب لمعرفة المساحة التي سريدها أنا سأدخل 100 ألف ثم بعدها سأنقر هنا على Shrink أو تقليص سينشئ لي هذا Partition جديد باللول الأسود سأنقر عليه وأختار New Simple Volume أنقر عليه بزر الفأر الأيمن أختار New Simple Volume Next Next Finish وسينشئ لي قرص جديد كما لاحظتم إذن كان هذا هو الحل البسيط وسهل ودون الحاجة إلى تحميل أي برامج أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيدا لكم شكرا على المتابعتكم لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس لتلقي جديد إشعارات اليومية السلام عليكم ورحمة الله